موسيقى العاشرة بتوقيت الجزائر موجز لأهم الأنباء أهلا بكم البداية من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية حيث أعلن وزير البنية التحتية أقول الأوكراني أليكسندر كوبراكوف اليوم الخميس عن تمديد اتفاق تصدير الحبوب من بلاده عبر موانئ البحر الأسود لمدة 120 يوما وقال كوبراكوف قدمنا اقتراحا رسميا للشركاء لتمديد الاتفاق لمدة عام واحد مع ضم ميناء ميكولايف إليه مشيرا في السياق على أهمية ضمان التشغيل الفعال لمركز التنسيق المشترك نجح الجمهوريون في الولايات المتحدة باستعادة الأغلبية في مجلس النواب الكونغرس بعد حصولهم على المقعد المئثين وثمانية عشر في مجلس طبعا المجلس المكون من أربعمائة وخمسة وثلاثون عضوا من جهته هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب كيفن كارثي بفوز حزبه معربا عن استعداده للعمل مع الجمهوريين في مجلس لتحقيق إنجازات للأمريكيين هذا ويذكر أن الكونغرس الأمريكي يشهد انقساما سياسيا واضحا حيث يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بينما يسيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ في الأراضي الفلسطينية المحتلة اعتقلت قوة الاحتلال الصهيوني أمس الأربعاء خمسة وأربعين فلسطينيا خلال اقتحام عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة كما هدمت منزلا في الضفة الغربية وقال أقول نادي الأسير الفلسطيني في بيان له إن جيش الاحتلال نفذ حملة اعتقالات طالت خمسة عشر مواطنا من محافظة الخليل فيما توزعت بقية الاعتقالات على كافة المحافظات وكشف نادي الأسير أنه من بين المعتقلين أثرى سابقين أطفال دون سن الثمانية عشر وفق بيان النادي فإن سلطات الاحتلال اعتقلت أيضا منذ بداية العام الفين واثنين وعشرين حتى نهاية أكتوبر نحو ستة ألاف مواطن فلسطينية في تونس كشف رئيس هيئة الانتخابات فاروق أبو عسكر في مؤتمر صحفي أنه تم رفض ثلاثة أو ثلاثمائة وثلاثة وستين طلب ترشح للانتخابات البرلمانية لعدم استفائها الشروط القانونية بينما طبعا مبينا إمكانية الطعن أمام المحكمة الإدارية للمرفوضين وأضف أبو عسكر أن عشر دوائر سبع منها بالداخل وثلاث بالخارج سجلت ترشحا وحيدا مشيرا إلى أن الدوائر الخارج التي لم يتم تقديم ترشحات فيها ستجرى فيها انتخابات جزئية بعد الإعلان النهائي عن النتائج إلى العراق حيث علن رئيس هيئة النزاه الاتحادية أمسنا الأربعاء تشكيل هيئة عليا للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى المدعى لدى هيئة النزاه الاتحادية وذكرت الهيئة في بيان لها أن رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون أصدر أمرا وزاريا بتشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد برئاسته وعضوية مديري ضائرة التحقيقات والاسترداد بالإضافة إلى مجموعة من محققها يتم اختيارهم من قبل رئيس الهيئة وبحسب ذات البيان فإن القرار يهدف إلى الحد من الفساد وتقليص مسالكه ومنع استمراره ومعاقبة مرتكبيه بما ينسجم مع أهمية وحجم تلك القضايا ختام الموجز لمزيد من الأخبار يمكنكم تصفح مختلف المواقع الظاهرة في الشاشة في أمان الله اشتركوا في القناة